ست معلومات عن نظام التعليم الموازي بجامعة الأزهر اعرف شروط القبول على قناتنا ان شاء الله هنوافقكم بكل ما هو جديد عن التعليم الموازي بجامعة الأزهر الشريف فابقوا دائما معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله نظام التعليم الموازي بجامعة الأزهر هو من الأمور اللي بقت محل اهتمام قطاع كبير قوي من الطلاب اللي بيرغبوا في معرفة تفاصيل وشروطه وعايزين يعرفوا الكليات المستحدثة بهذا النظام التعليمي الجديد في جامعة الأزهر وهنستعرض في السطور التالية ابرز المعلومات عن التعليم الموازي بجامعة الأزهر وفق بيان اصدره الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث اولا سيطبق نظام التعليم الموازي في العام الدراسي الجديد 2024-2025 وذلك بعد الموافقة عليه من المجلس العادة للأزهر حتى هذه اللحظة لما يتم الموافقة عليه بشكل رسمي ولكن الأيام القادمة سوف تشهد الكثير من التطورات في هذا الأمر ثانيا الفارق بين تنصيق التعليم الموازي وتنصيق جامعة الأزهر مش هيزيد عن 5% بس بمعنى ان لو تنصيق الطب مثلا من 97% فاستحالة يقل الطب في التعليم الموازي عن 92% بل ربما كمان يكون الفارق هو 1% بس وذا بيرجع لحسب العدد اللي بتحدده الجامعة لكل كلية ثالثا نظام التعليم الموازي بيقتصر القبول فيه على الطلاب الحاصلين على الشهادة السنوية الأزهرية فقط لا غير ولا يسمح بقبول طلاب العام رابعا يسم في تحسين تجربة التعليم وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب خامسا نظام التعليم الموازي يقبل الطلاب الحاصلين على ما جميع أقل من الحد الأدنى للقبول بكليات الطب والهندسة والصيدلة وطب الأسنان والتمريض يعني خمس كليات بس أربع كليات طبية ووحدة بس هندسية وذلك مقابل دفع مصرفات يتم تحددها بناء على ظروف كل كلية وأخيرا تطبيق نظام التعليم الموازي بجامعة الأزهر سيكون أولا في كليات الأزهر بالقاهرة وليس في جميع فروع الجامعة في المحافظات سبق وقلنا في فيديو سابق أنه هيتم تطبيقه على القاهرة والأقاليم لكن في هذا الفيديو على حسب ما جاءنا من أخبار هو أنه يطبق في القاهرة فقط وليس في جميع فروع الجامعة في المحافظات سوف نفيكم بإذن الله بكل ما هو جديد في موضوع التعليم الموازي بجامعة الأزهر ابقوا معنا دائما على قناتنا لمعرفة كل ما هو جديد في هذا الموضوع أشكركم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر